إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل القرآن مرتلا ترتيلا ووعد من قرأه وعمل به ثوابا جزيلا والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد سيدنا محمد المستعلي على من استطال من أهل الضلالة والعناد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الذين سلكوا من هجه القويم من عرفوا بالفصاحة والبلاغة والبيان فهمسوا الحاء وجهروا بالجيم وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد وعلى كل من قرأ القرآن من الأئمة الأمجاد وبعد وعلم بأن العرض للقرآن على الإمام الفاضل الديان من سنة النبي والصحابة ذوي المحل وذوي القرابة والتابعون بعد لم يعدوه بل من وكيد الأمر قد عدوه أرحب بكم أحبتي في حلقة جديدة من حلقات برنامج مقرأ ورش والذي يأتيكم عبر بث قناتي زاد والرسالة أسأل الله تعالى أن يوفقهما لكل خير هذا البرنامج نتناول فيه رواية ورش من طريق الأزرق أصولا وفرشا تعليما وقراءة وتصحيحا نسعد بتواصلكم معنا على هواتف البرنامج والله تعالى أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه جواد كريم والحمد لله رب العالمين أيها المشاهد الكريم هاء الكناية حديثنا عن هاء الكناية ويقال لها هاء الضمير هاء الكناية هي الهاء التي يكنا بها عن المفرد المذكر الغائب حينما تقول مثلا لإنسان ذهب محمد إلى المدرسة ورأيته في الفناء محمد اسم ظاهر وقولك ورأيته كنيت بهذه الهاء وتسمى بها الكناية عن الاسم الظاهر وهو محمد فنقول هي الهاء التي يكنا بها وهي زائدة يكنا بها عن المفرد محمد مفرد ومذكر غائب الآن عند الحديث ليس حاضرا فهو غائب فيكنا بها عن المفرد المذكر الغائب فائدة هذه الهاء الاختصار والإيجاز بدل أن أقول محمد في كل جملة أقول رأيته كلمته أكني بالضمير عن محمد هاء الكناية خلاف القراء فيها بين ثلاثة أشياء بين إسكانها فتقول مثلا فألقه إليهم كما في رواية حفص وأيضا الاختلاس والاختلاس معناه عدم الصلة كسر الهاء لكن من غير صلة تقول فألقه إليهم فألقه إليهم هذا يسمى الاختلاس وبه قرأ بعض القراء والوجه الثالث الصلة وهي إشباع إشباع الهاء فتقول فألقه إليهم هكذا فألقه إليهم هؤل الكناية لها في القرآن أربع حالات هذه الهاء لها أربع حالات الحالة الأولى أن تقع بين ساكنين يعني قبلها ساكن وبعدها ساكن كما في مثل قوله سبحانه بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم الهاء هنا في قوله منه قبلها ساكن وهو النون وبعدها ساكن وهو السين وهذه الحالة حكمها عدم الصلة يعني نقول منه اسمه هكذا الحالة الثانية أن تقع الهاء بين متحركين الحرف الذي قبلها متحرك والحرف الذي بعدها متحرك مثلا حينما نقرأ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا هنا الهاء في كلمة به وقعت بين متحركين يضل به الباء كثيرا الكاف وقعت الهاء بين متحركين ما حكمها في هذه الحالة حكمها الصلة وهذا لجميع الكراء في هذه الحالة والتي قبلها الحكم لجميع الكراء حكمها الصلة يعني نقول يضل به كثيرا به كثيرا هكذا به كثيرا ويهدي به كثيرا ونلاحظ في المصحف لو فتحنا على مثل هذه الآية نجد أن تحت الهاء ياء مردودة إلى الخلف دلالة على الصلة على صلة الهاء يضل به كثيرا ولو كانت مضمومة وصلناها بواو وصلناها بواو نقول مثلا وكلمه ربه قال رب أريني أنظر إليك وكلمه ربه وقعت بين متحركين فهنا نصلها بواو لأنها مضمومة ونجد أيضا في المصحف لو فتحنا على هذا الموضع ونحوه نجد واو صغيرة تحت الهاء دلالة على الصلة وكلمه ربه بعض القراء خاصة من العوام يعني يختلص الهاء في هذه الحالة وكلمه ربه هذا خطأ هذا بإجمع القراء الهاء موصولة وكلمه ربه يضل به كثيرا يعني لا نقرأ بالاختلاص كما نسمع من بعض القراء أو عوام القراء الحالة الثالثة أن تقع الهاء بعد متحرك وقبل ساكن يعني الحرف الذي قبلها متحرك والحرف الذي بعدها ساكن مثلا لما نقرأ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد لاحظ له الملك هنا الهاء في كلمة له وقعت بعد متحرك وهو اللام ووقعت قبل ساكن وهو اللام أيضا في كلمة الملك والحمد له الملك وله الحمد ما حكم هذه الحالة؟ حكمها عدم الصلة يعني لا نصل الهاء نضم الهاء فقط له الملك وله الحمد وهذا أيضا باتفاق القراء الحالة الرابعة أن تقع الهاء بعد ساكن وقبل متحرك عكس الحالة السابقة أن تقع الهاء بعد ساكن وقبل متحرك وأول موضع لها في القرآن في قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين في أول البقرة هنا وقعت الهاء بعد ساكن وهو الياء فيه وقبل متحرك الهاء هدى فيه هدى وهذه الحالة اختلف فيها القراء بين الصلة وعدمها فاختص ابن كثير وابن محيصن بصلة الهاء في هذه الحالة فيقرآن لا ريب فيه هدى هكذا بالصلة لا ريب فيه هدى وقرأ الباكون جميعا ومنهم ورش بعدم الصلة بعدم الصلة في هذه الحالة هاء الكناية تتصل بالاسم والفعل والحرف كما ذكرنا في بعض الأمثلة تتصل بالاسم فتقول مثلا نفسه وبالفعل يكلمه وبالحرف مثلا إنه إليه فيه وقد جاءت مجتمعة في قوله سبحانه قال له صاحبه وهو يحاوره قال له حرف له حرف صاحبه اسم وهو يحاوره فعل وحكمها في الكلمة الأولى مع الحرف قال له صاحبه الصلة صاحبه وهو الصلة يحاوره الصلة حكمها الصلة في الكلمات الثلاث وهذا الباب خالف ورش حفصا في خمس كلمات خالف ورش حفصا في هذا الباب في خمس كلمات الكلمة الأولى كلمة أرجه وأخاه في سورة الأعراف والشعراء حيث قرأ ورش أرجه وأخاه بالصلة على الأصل حفص قرأها بسكون الهاء أرجه وأخاه الكلمة الثانية كلمة ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هنا قرأ ورش بكسر القاف وصلة الهاء ويتقه فأولئك أما حفص فقرأ بسكون القاف واختلاس الهاء ويتقه فأولئك هكذا وكل بسكون القاف والقصر حفصهم الكلمة الثالثة كلمة فألقه في صورة النمل حيث قرأها ورش فألقه إليهم بالصلة وهنا يمد مدى مشبعا لوقوع الهمزة بعد ياء الصلة فألقه إليهم أما حفص أما حفص فقرأها بسكون الهاء فألقه إليهم الكلمة الرابعة قوله تعالى وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانِ في الكهف حيث قرأها ورش بكسر الهاء وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا هكذا وقرأها حفص بضم الهاء انفرد بضم الهاء فيها وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانِ هكذا وقرأها ابن محيص من القراء الأربعة أيضا قرأ بضم الهاء أيضا الكلمة الخامسة في قوله سبحانه وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَةِ حيث قرأها ورش بكسر الهاء ويلزم من كسر الهاء هنا يلزم ترقيق لام الجلال عَلَيْهِ اللَّهَةِ هكذا وقرأها حفص بضم الهاء عليه عليه الله ويلزم من الضم تفخيم لام الجلال ونستكمل أحبة فقرات هذه الحلقة بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى ينفع الميت بعد موته الدعاء له الصدقة عنه الحج عنه العمرة عنه قضاء دينه قضاء نذره قضاء الصوم الواجب عنه حياكم الله أحبة مع فقرة التلاوة لهذه الحلقة وسنتلو من الآية الواحدة والثمانين إلى الآية التاسعة والثمانين من سورة يوسف نفتح مصاحفنا ونتابع ونلاحظ الفرق بين رواية ورش وغيرها من الروايات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمُ أَنْفُسُكُمُ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَاتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا وَتَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قال إنما أشكوبَثِّي وَحُزْنِيَ إِلَى اللَّهِ قال إنما أشكوبَثِّي وَحُزْنِيَ إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيئسوا من روح الله إنه لا ييئس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاتٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجِزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذَنْتُمْ جَاهِلُونَ صدق الله العظيم معنا في تلاوة اليوم من الأحكام قوله تعالى ارجعوا إلى أبيكم لاحظوا معي الراء إذا سكنت بعد كسر كان حكمها الترقيق نقول مثلا فرعون لكل جعلنا منكم شرعة مثلا فلا تكو في مرية الراء ترقق الساكنة ترقق بعد الكسر هنا فخمنا الراء قلنا ارجعوا ليس ار لماذا؟ لأنه يشترط في الكسر أن يكون كسرا أصليا متصلا بالراء فهنا الكسر موجود قبل الراء لكنه عارض إذ الهمزة نفسها عارضة أتي بها لنتوصل إلى النطق بالحرف الساكن وهو الراء لأننا لو وصلنا هذه الكلمة بما قبلا نقول وهو خير الحاكمين ارجعوا لا توجد همزة أصلا لا توجد همزة فهنا حتى أبدأ بهذه الراء لابد من اجتلاب همزة الوصل فأقول إي وكسرنا الهمزة لأن ثالث الفعل مكسور وهو الجيم فنقول إي إذن الكسرة ليست أصلية فنفخم الراء معها الراء تفخم مع الكسر غير الأصلي نقول ارجعوا هكذا وليس ار ارجعوا قياسا على فرعون وميريا وشرعا وغيرها من الكلمات قوله تعالى إن ابنك سرق إذا ابتدأنا بكلمة ابنك وهذا من باب التعليم نقول إي بكسر الهمزة ابنك من الأسماء السماعية التي يبدأ فيها بالكسر أيضا قوله تعالى والعير التي أقبلنا فيها والعير هنا رققنا الراء الراء مفتوحة بعد ياء ساكنة حكمها الترقيق عند ورش قوله تعالى سولت لكم أنفسكم أمر صلة الميم في الموضعين في قوله لكم وقوله أنفسكم لوقوع الهمزة بعد الميم ومن قبل همز القطع ورش أي بالصلة قوله تعالى عسى الله هنا لم نقلل الألف أو لم نمل الألف إيمال صغرى لحذفها في الوصل لأن الألف محذوفة للساكنين في حالة الوصل فإذا وقفنا عليها قللنا الألف قلنا عسى هكذا لكن عند الوصل نقول عسى الله ونفخم لفظ الجلال الله لأنه يفخم بعد الفتح و الضم ويرقق بعد الكسر قوله تعالى أن ياتيني الإبدال الأمزفاء الكلمة كما أخذنا سابقا والإيمالة الصغرى في وتولى ويا أسف وتولى ويا أسف نلاحظ أننا نقلل بهذا الشكل وتولى هذا هو التقليل أما الإيمالة فزيادة التقريب نقول وتولى أما الفتح وتولى والفتح معناه فتح القاري فما هو بالحرف فتح القاري فما هو بالحرف الفتح المعتاد الفتح المعتاد نقول وتولى هكذا يا أسف هذا هو الفتح أيضا قوله تعالى تفتأوا قالوا تالله تفتأوا تذكروا يوسف تفتأوا هنا إذا وقفنا عليها وهذا للتعليم نقول تفتأ لا نقول تفتأوا لأن الهمزة مصورة على الواو يعني مكتوبة على الواو فقط الواو لا تنطق الواو لا تنطق لا أقول تفتأوا عند الوقف وإنما أقول تفتأ بسكون الواو وفيها قراءة عند الوقف تفتأوا بالواو هكذا لحمزة والأعمش تذكر يوسف حتى تكون حارض نؤهنا النقل أيضا قال إنما أشكو بثي وحزني بفتح الياء في الوصل وحزني هكذا أيضا يا بنية بفتح الباء نلاحظنا بنية ليس بضم الباء يا بنية من ملحقات جمع المذكر السالم يا بنية بفتح الياء اذهبوا إذا ابتدأنا نكسر الهمزة فتحسسوا من يوسف وإخيه ولا تيأسوا هنا مد اللين تيأسوا نموذ بمقدار أربع حركات ولنا أيضا المد بمقدار ست حركات وكذلك في التي بعدها إنه لا ييأسوا سواء وصلنا أو وقفنا يعني سواء وصلنا هذه الكلمة بما بعدها أو وقفنا عليها نمد الياء بمقدار أربع وست حركات إلا القوم الكافيرون نرقق الرأوى الترقيق إنحافوا ذات الحرف الكافيرون هكذا فلما دخلوا عليه قولوه تعالى وجئنا ببضاعة مزجات هنا التقليل الإمالة الصغرى في الألف مزجات فأوفي لنا الكيلة أو الواو هنا لا تمد ليست من مد اللين عند ورش الواو هنا حرف لين فقط إذا وقفنا عليها قلنا فأوفي لنا القاصر والتوسط والإشباع وهذا لجميع القراء أما في الوصل فلا تمد لورش فأوفي لنا الكيلة وتصدق علينا والكيل مثل فأوفي أيضا كلمة الكيل قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وإخيه إذنتم إذنتم هنا النقل نقل الحركة جاهلون معنا مما جاء في درس اليوم قولوه تعالى وبيضت عيناه من الحزن هنا وقعت هاء الضمير هاء الكناية التي تكلمنا عليها قبل الفاصل وقعت بعد ساكن وهو الألف عينا ووقعت أيضا قبل متحرك الميم في من عيناه هنا وقعت بعد ساكن وقبل متحرك ما حكمها عدم الصلة لنقول عيناه من الحزن لا عيناه من الحزن عدم الصلة أيضا من هذه الكلمات إنه لا ييأس إنه الهاء هنا أيضا هاء الكناية وقعت بين متحركين إنه لا بين النون قبلها ولم بعدها إنه ونلاحظ نجد وهو صغيرة تحت الهاء وهذا يدل على أن الهاء موصولة الهاء هنا وقعت بين متحركين إذن حكمها الصلة يعني أمدها بمقدار حركتين الصلة معناها المد أقول إنه لا ييأس إنه لا هو لا والآن مع فكرة المشاركات ومعنا مصطفى ماهر من مصر نسمع مصطفى فضل يا مصطفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل أسى الله أن ياتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون نعم بارك الله فيك أخي مصطفات الله وطيبة معنا محمد الذهبي تفضل يا ذهبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل أسى الله أن ياتي نيمهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبغضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوت الله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من العالكين نعم بارك الله فيك أخي محمد يعني ضبط مقدار الماد فيه سولت لكم أنفسكم أمرا ضبط المقدار ست حركات يوسف يعني السن تحتاج إلى مزيد من الضم يوسف وذكرنا في بداية حلقات هذا البرنامج أن كلمة يوسف فيها ست لغات يوسف ويوسف ويوسف يعني بتثليث السن مع الواو ومثلها مع الهمز يعني يؤسف 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 وأفصحها يوسف بالواوي وضم السن ضما تاما نقول يوسف هكذا أيضا قوله تعالى فهو كا الكاف أثرت عليها الضاء الضاء حرف مطبق قوي حتى وإن كان مكسورا فلا نقول كظيم كا لا كا كظيم أيضا قوله تذكر يوسف تذ الذال التاء والذال والكاف كلها مرققة تذكو ليس تذكر تذكر حتى تكون حا حارضا كل حا في القرآن مرققة لا أقول حا حا الآن لما تنادي شخص اسمه حامد ماذا تقول تقول حا ولا حا حا حتى تكون حا حارضا حارضا هكذا بارك الله فيك ومعنا منذر تفضل يا منذر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لفاتقون بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم أسمع مرة أخرى عسى الله أن مرة أخرى عسى الله أن يأتيني بهم جميعا ساكن الأمزة ساكن الأمزة بدون قلقها يأتيني عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كذيك أحسنت أخي منذر بارك الله فيك طبعا الهمزة ليست من حروف القلقلة بعض الناس أحيانا يقلق الهمزة مع أن الهمزة اجتمع فيها ما اجتمع في حروف القلقلة أي من الشدة والجهر لأنه سبب القلقلة هو اجتماع الشدة والجهر في حروف القلقلة اللي هي قطب جد الجيم والدال والقاف والطاء والباء نفس هاتين الصفتين موجودة في الهمزة لكن العلماء أجمعوا على عدم قلقلة الهمزة وأجمعوا على إخراجها بلطف وسلاسة وذلك لما يعتر الهمزة من التغيير الهمزة تحذف الهمزة تبدل الهمزة تسهل فاتفقوا على أن الهمزة لا تقلقل وإن اجتمع فيها ما اجتمع في حروف القلقلة معنا عمر بن عبد العزيز فضل يا عمر نسمع عمر بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوة بارك الله في ابننا عمر ابن عبد العزيز أسأل الله تعالى أن يوفقه لحفظ كتابه إنه جواد كريم ومعنا يوسف فضل يا يوسف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل أعسى الله أن ياتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنه وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم بارك الله فيك يا يوسف هنا لما تقف على كلمة جميعا ونحوها لا تقول إيش جميعا كأنه هذه كلمة وهذه كلمة هي كلمة واحدة جميعا ما نقول جميعا هكذا ونفصل بين حروف الكلمة أيضا معنا الشيخ عبد الكبير نسمع عبد الكبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن ياتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم نعم تلوه مباركة من الشيخ عبد الكبير برك الله فيك اليوم قرأتنا برواية ورش والعاد أنه يقرأ بالورش من طريق الأصبعين برك الله فيك أخي عبد الكبير معنا التصال من فيات فضل أخي فيات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وبركاته أريد أن تكرأ لي من قوله تعالى قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرما أو تكون من الهالكين قال إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة رسجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذن تم جاهلون بارك الله فيك أخي فياد وفي من علمك بارك الله فيك معنا مجد مجد العيسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن ياتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم أحسنت يا مجد بارك الله فيك طيبا معنا أيضا علي علي من مصر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن ياتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولي عنهم وقال يا أسفي على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون بارك الله فيك أخي علي عندي تعليق هنا في قوله قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف وقفت قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا ثم لما ابتدأت قلت تالله تفتأ تذكر يوسف طيب بقي كلمة واحدة بداية الآية قالوا تالله لأن تالله مقول القول مقول القول فإذا أردت أن تبدأ مثلا كنت بدأت من قوله حتى تكون حرضا وتكمل القراءة لكن تقول تالله تفتأ وقبل كلمة واحدة يعني ما ينبغي أيضا قوله تعالى وتولى ويا أسف يعني درجة التقليل أو الإمالة الصغرى يعني تكون أقرب إلى الفتح وتولى يا أسف تولى أسف هكذا درجة الإمالة الصغرى أو التقليل أيضا معنا محمد محمد من مصر نسمع محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقوهون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن ياتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون نعم بارك الله فيك أخي محمد كما قلنا أحبتي عندنا ثلاث درجات درجة الفتح وتولى يا أسف وعندنا درجة الإمالة وهي تقريب الألف من الياء والفتحة من الكسرة كثيرا أقول وتولي وعندنا درجة بينهما بين الفتح والإمالة الكبرى وهي الإمالة الصغرى أو التقليل أو بين الفتح والإمالة ألفاظ متردفة نقول وتولى بماذا قرأ ورش؟ قرأ بالإمالة الصغرى بالتقليل بين الفتح والإمالة الكبرى وتولى هكذا وتولى وتولى هكذا يكون التقليل أو الإمالة الصغرى عند ورش أيضا معنا زكريا نسمع زكريا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك صرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن ياتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم نعم بارك الله فيك يا زكريا فقولوا هنا ألواو يعني مددتها أكثر من حركتين ألواو تمد مقدار حركتين هنا أيضا أحكام التلاوة إن نب القلقلة إن نبنك أيضا في قوله شهدنا القلقلة أيضا في الدال أيضا قوله تعالى أنفسكم الإخفاء إخفاء النون قبل ألفاء أيضا فصاب القلقلة فصاب فصابر جميل أسأل الله أن ياتيني بهم جميعا لا لا أقول جميعا جميعا العين حرف مرقق العين حرف مرقق جميعا والترقيق ما هو هو إنحاف ذات الحرف أقول جميعا عا عا بارك الله فيك وبهذه المشاركة نصل وإياكم أحبة إلى ختم هذه الحلقة نذكركم بأن مقرر حلقة الغد سيكون من الآية التسعين إلى الآية الثامنة والتسعين من سورة يوسف وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي وحده على وبعد صلاة الله ثم سلامه على سيد الخلق الرضا متنخلا محمد المختار للمجد كعبة صلاة تباري الريح مسكا ومندلا وتبدي على أصحابه نفحاتها بغير تناه زرنبا وقارنفلا أشكركم أحبتي والشكر موصول إلى فريق العمل الذي عمل معنا في هذه الحلقة وفي كل حلقة وإلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر